بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فما جئنا في كتاب البيع الترجمة الخامسة والستون يقول الإمام البخري رحمه الله باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر إن شاء رد المصرات يثبت لمن اشترى شاة واتضح له أنها مصرات تركت الشاحة تجتمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة فاغتر بها المشتري وظن أنها تعطي هذا اللبن في يوم واحد فإذا تبين له أنها مصرة فله ردها بالعيب ويرد مقابل اللبن الذي احتلبه صاعا من تمر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا المكي والمكي بن إبراهيم يعني هو من كبار الشيوخ البخاري ولكن هنا روى عنه بوسط قال حدثنا مكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنا ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر قول باب إن شاء رد المصرار في حلبتها بضم بسكون اللام على أنه اسم فعل وهي جزفة حلبتها أي رادة المحلوب وظهره أن الطمر مقابل الحلبة وزعم ابن حزم أن الطمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن لو قلنا في مقابلة الحلب يبقى هيرد اللبن ومعه صاع من تمر لكن لو قلنا في مقابلة اللبن يبقى هيرد الصاع من تمر وقابل اللبن وهذا طبعا قابل الجمهور وشاذ بن حزم يقول لأن الحلب حقيقة في الحلب مجاز في اللبن فالحملة الحقيقة أولى فإذا قال يجب رد التمر واللبن معا وشاذ بذلك عن جمهور قول حدثة محمد بن عمر يقول كذا أكثر غير منسوب وقال في رؤية عبد الرحمن المدني عن مستمرين محمد بن عمر بن جبلة وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن فربري وفي رواية أبي علي بن شبوي عن فربري قال حدثنا محمد بن عمر يعني ابن جبلة وأهمله الباقون وقل غير ذلك والأول أولى قول حدثنا المكيف وابن إبراهيم أخبرنا زياد هو ابن سعد الخرساني ثابت هو ابن عياد وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق ابن الخطاب من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب كما تقدم قوله في حلبتها صاع من تمر ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصرات سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله من اشترى غنما يعني يقول له اشترى مئة غنما مثلا أو ألف غنما واكتشف أن هذه الغنم كلها مصرات يرد صاع من تمر واحد وطبعا هذا طبعا مرجوع المراد يعني الكل غنما صاع من تمر مقابل اللبن ثم قال في حلبتها صاع من تمر ونقرى ابن عبد بره أما نستعمل الحديث وبنوطر عن أكثر ولماء وبنخدام عن الشفاء والحنبيل وعن أكثر الملكية يرد عن كل واحدة صاعا حتى قد مازيري من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاه كما يغرم متلف لبن شاه واحدا وأجيب أن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع وخطع النزاع بالنسبة للصاع لأنها تفاوت اللبن يعني الأمر لا يعد مقدار كثير ولكن ما يكون مقابل المية أو الألف صاع واحد فهذا في تفاوت يعني كبير يقول فجعل حدا يرجع عليه عند التخاصم فاستور خير بكثير والمعلوم أن لبن الشاه الوحيدة أو النقل الوحيدة يختلف اختلاف المتبين ومع ذلك في المعتبر الصاع سواء قل لبن أم كثر طبعا في رؤية أخرى لاشترى شاهة يعني شاهة واحدة فكذلك هو معتبر سواء كانت المصررة سواء قلت المصررة أو كثرت والله تعالى أعلم باب بيع العبد الزاني المشروعية بيع العبد الزاني أو استحباب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا هذا عيب يعني واحد باع عبد وتبين أنه ينزاني أو أمى وتبين أنها كانت تزني فهذا عيب يرد به البيع إلا أن يبين الباع أن هذه الأمى مثلا زنت بحيث أنه بينقص من سعرها قال حدثنا أطلاب نيوسف قال حدثنا ليثو قال حدثنا السعيد المقبري عن أبيه عن أبي هرية رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمى فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب لا يقبح ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثلثة فليبيعها ولو بحبل من شعير وإذا طبعا يبين أن السيد لو كانت الأمى عنده تزني فهو لا يحصنها بنفسه ولا يزوجها أو لعله ضعيف الشخصية فهو يبيعها لعلها من يشتريها يعني يحصنها بنفسه أو يزوجها أو يكون عنده من الهيبة يعني ما يمنع فلا تظل تباع من هذا إلى هذا يعني حتى يكفها يعني أحد عن الزنا قال حدثنا إسماعيل طبعا ابن أبي ويس يروي عن خالي الإمام مالك قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله طبعا ابن عدبا بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خارض رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمى إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير طبعا حد الأمى بنصف حد الرجل يعني بحد الأمى بنصف حد المرأة الحرة وكذلك العب الغرم بالغنم فأي بتجدد خمسين قال ابن الشهاب لا أدري أبعد ثلاثة أو ربع قول باب بي العبد الزاني أي جواز جوازه مع بيان عيبه وقال شريح إن شاء رد من الزنا وصله سعيد بن منصور من طريق النسيرين أن رجل ان اشترى من رجل جريع كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتريف حصمه إلى شريح فقال إن شاء رد من الزنا وإسناده صحيح ثم أورد المصنف في الباب حديث إذا زنت الأمى فليجلدها حديث أورده من وجهين وشاهد الترجمة منه قوله في آخري فليبيعه ولو بحبل من شعر فإنه يدل على جواز بيء الزاني وشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر ولو بثمن خلل جدا وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله وتعال قال ابن البطال فأتي الأمر بيء الأمى الزانية المبلغة في تقبيح فعلها والإعلام بأن الأمى الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا كلما ذهبت إلى واحد وثبت زنا حتى تخاف أعوال إي أن تتوب من الزنا وأنها تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا ولعل ذلك يكون سبب الإعافافها إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته نتخاف منه فلا تزن باب الباية والشراء مع النساء يعني جزء أن الرجل يبيع المرأة أو المرأة تشتري من الرجل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري أنه قال قال عروب للزبير قال تعيشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق كانت تعيشة رضي الله عنها تريد أن تشتري أما كانت تسمى بريرة فكلما سومت يعني أصحابها يعني على شرائها يقولون الولاء لنا والولاء هو علاقة تنشأ بين المواطق والمواطق يقول فلان مولى فلان ويقال للمواطق مولى والمواطق مولى وقد يرث يعني قد يرث إنسان من أعتقه في وقت من الإي إلى وقت إذن يكون له وارثين فإنه سألهم حكم أن الولاء لمن أعتق فهم يريدون أن يبيع على عائشة رضي الله عنها ويكون الولاء لهم فلما شكت إلى نفس السلام يعني نفس السلام قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وقال لها أنها تشتريها أو لو اشترت ذلك فهذا الشرط باطل يقول قات عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بل الناس يشترتون شروطا ليس في كتاب الله زي اللي يبيع لواحد بيت ويشترت عليه أنه لا يسكنه أو لا يبيعه طبعا بصحة البيع ويسقط الشرط فكل شرط ليس في كتاب الله وإن كان مئة شرط لأن البيع يتضمن التصرف سنشترى داريس كونها يأجرها يبيعها فلو الشرط عليه شرط يخالف أصل العقل فيكون البيع صحيح والشرط باطل من اشترت شرطا ليس في كتاب الله فو باطل وإن اشترت مئة شرط شرط الله حق وأوثق قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام أنه قال سمعتنا فيه أن يحدث على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها سومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترتوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت ينافع حراً كان زوجها أو عبداً قال ما يدريني باب الشراء والبيع مع النساء أولد في حديث عائشة بن عمر في قصة شراء بريرة وسيأتي الكلام عليه مستوفى ونحن الحديث مذكر في أماكن كثيرة جداً يعني قال أطراف وكذا وكذا يعني أكثر من عشرة أطراف زي حديث الواهبة يعني ذكر في 24 موضوع تقريباً الإيمان المخاريبي يذكر وعيات مختلفة ويستنبط يعني أحكام يقول وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الشروط إن هذا أولى مكان بشرح الحديث إن شاء الله تعالى وشاهد ترجمة منه قوله ما باء رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله لإشعاره بأن قصة المبيعة كانت مع رجال وكان الكلام في هذا مع إشعاد الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في آخر حديث حديث ابن عمر قلت لنافع إلى آخره وقول همام الراوي عنه وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حراً أو عبداً في كتاب النكاح وكان طبعاً كان عبد فلما عتقت بريرة فهي ارتفعت ردبتها صرت حرة فالمرأة إذا كانت أمى وتحررت ويطحت عبد فبتخير فيه إن شاءت باقيت فيه حبلته وإن شاءت خرجت وكان يبدو أنه كان دميم وكانت هي جميلة فكان يسير يعني وراءها يبكي يعني فإن أبداً يعني شفع يا الله عند بريرة فقالت أتأمرني يا رسول الله قال إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه فهو كان عبداً يقول وسيأتي ذكر الاختلاف في زوج بريرة هل كان حراً أو عبداً في كتاب النكاح إن شاء الله وتعالى وحسان أول السند وقع عند المستملي ابن أبي عباد وعند غيري حسان ابن حسان وهما واحد فأبو عباد كنيا وحسان اسم فحسان ابن أبي عباد هو حسان ابن حسان باب هل يبيح حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه الحاضر هو في الحاضر في المدينة والباد الجاي من البدي فهو يعني قد تكون سلعة مثلاً ارتفع ثمنة جداً في المدينة والراجل أتى من البدي لا يدري السر فييجي واحد يقوله طب أنا أبيع لك مثلاً فبيغلي على أهل السوق أو أهل البلد فالحديث يعني دعو الناس يعني يردخ الله بعضهم من بعض يعني قاله أنه لو بعله بغير سمسرة أو بغير أجرة فجائز وإن باع بأجرة أنها يخلص النصيح وإن باع بالأجرة فلا يجوز وهل يعينه أو ينصحه قال النبي السلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء إنه ينصح له يقول له مثلاً دسترع دي سارة كذا مثلاً مجرد نصيحة ولكن لا يكون له سمساراً قال حدثنا عليه بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسمائل بن قيس أنه قال سمعت جليلاً رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله لله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة والسمع والطع والنصح لكل مسلم قال حدثنا السلط ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طووس عن أبي عن ابن عباس صدي الله وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيح حاضر لباد قال فقلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا قول باب هل يبيح حاضر لباد بغير أجر وهل يعين أو ينصح قال بمنير وغيره حمل المصنف النهي عن باية الحاضر للباد على ما لخص هو الباية بالأجر أخذ من تفسير ابن عباس وقول ذلك بعموم أحاديث الدين النصيح لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح الباية غريبا نمو غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للباد بغير أجرة من باب النصيح قلت ويعيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلقة أول حديث الباب وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن عربيا حدثوا أنه قدم بحلوبة له على طلح ابن عبيد الله فقال له إن النبي سلام نهى أن يبيح حاضر لباد ولكن إذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهى أنه يقول له رح شوف السعر كام هيقول له جايلي فيها مثلا مية فيقول له بيا فده النص يجوز أن ينصح له ولكن لا يكون له سمسارا يعني بالأجرة قوله وقال النبي سلام إذا استنصح لكم أخاف فلينصح له يقوله طرف من حديث وصله أحمد من طريقة طائب السائب عن حكيم من أبي يزيد عن أبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله وبعضه من بعض فإذا استنصح الرجل الأخاف لينصح له أنه ما يبعلوش ولكن يسيب لا يكون فيه ترسي على أهل البلد وإذا أرض أن ينصح بإخلاص النصيحة أن يأخذ أجر فله ذلك ورواه الوهي قيمة طريقة عبد الملك بن عمير عن أبي زبير عن جاب المرفوع مثله وقد أخرج مسلم طريق أبي حيثمت عن أبي زبير بلفظ لا يبيح حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قوله رخص في أعطاء أي في بي الحاضر للباد يصرى عبد الرزاق عن ثوري عن أبد الله بن عوثمان أي ابن خثيم عن أعطاء بن أبي رباح أنه قال سألته عن أعربي أبي علام فرخص لي وأما ما رباه سعيد بن عنصور من الطريق من أبي نجيح المجاهد أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غررتهم فأما اليوم فلا بأس فقال أعطاء لا يصلح اليوم فقال مجاهد ما أرى أبو محمد إلا لو أتاه ظئر من أهل بادية إلا سيبيع لهم فالجمع بين رويتين عن أعطاء أن يحمل قوله هذا على كرهة التنزيح ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكه بعموم يعني قوله صلى الله عليه وسلم دين نصيحة وزعم أنه ناسخ لحديث النهي وحمل جمهور حديث الدين نصيحة على عمومه إلا في بيع الحاضر للباد أن لا يطارد خاص وخاص فيقضع العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال وجمع البخاري بينهم بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجر كالسمصر وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلا فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحده وحديث جرير في النصحة لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان آخر ترجمة في كتاب الإيمان باب الدين النصيح أي من الدين النصيحة والثاني حديث ابن عباس قول حديثنا عبدالبعدة بن زياد قول لا تلقوا الركبان زادب كشميني في الوقته للبيع وسيادة الكلام عليه قريبا قول لا يكون له سمسارا بمهملتين هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره وفي هذا التفسير تعقب على من فصر الحاضر بالبادي بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن غلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب الحنفية وقال غيره صراطه أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيتيب هذه فيقول له ضاه عندي لأبيعه لك على التدريج هذا أمر تاني أنه يجيب له سلعة أو سلعة الناس محتاجين لا يقول له طب سبها عندي وأنا أبيعها لما يرتفع الثمن فيقول له ضاه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر فجعل الحكم نوطا بالبادي ومن شاركه في معناه قالوا إنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فالحق فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشار عليه بأنه لا يبادر بالبيع ولتفسير الشفائية والحنابلة وجاع الملكية البداوى قيدا وعن الملك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهي في الجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي إنه هو اللي يقوله دينه نبيع لك ولكن لو هو البدوي نفسه قصد واحد وقال له غالي فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع زياد بعض الشفائية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السلعة في تلك البلد قال ابن الدخير أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو لف قال الذي ينبغي أن ينظر في المعنى الذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يخصص يخصص الناي أو يعمم وحيث يخفى فاتباع اللغ أولى وأما الشراط أن يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى لعدم دليلات اللغ عليه وعدم ظهور المعنى فيه فإن الضر الذي أعل أولى بهنا لا يفترق فيه الحال بين سؤال البدوي وبلدي وعدمه وأما الشراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين ظهور وعدمه كأنه يقول أن هذه الشروط محتاجة ضبط وأما الشراط ظهور السلع فكذلك أيضا احتمال أن يكون مقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد وأما الشراط العلم بالنهاي فلا إشكال فيه الحروة تكون مع العلم وقال سبكي شرط حاجة الناس إليه معتبر ولم يذكر جماع عمها وإنما ذكره الرافعي تبع للبغوي ويحتاج إلى دليل واختلف أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا أو لا يصح على القاعدة المشهورة نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر